موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية من قناة العخبار المغربية أم فانتكات أكدت الوزيرة المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيث مززور يوم أمس أن 9255 منطقة بالمملكة من أصل 10740 تمت تغطيتها بالإنترنت وذلك في إطار المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العلي والعالي جدا وأضفت السيدة مززور أن المناظق المتبقية ستتم تغطيتها مع نهاية سنة 2023 مشيرة إلى أن الوزارة في طور الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج والتي ستشمل 1700 منطقة شديدة حيث تعمل على رصد المناطق التي تعاني من خصاص على مستوى التغطية بالإنترنت استقبل السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة مؤخرا بمقر المجلس بالرباط السيد نوفا اللهزيتي رئيس مركز المسيرين الشباب بناء على طلب منه وكذا أعضاء مكتبه الوطني وحسب بلاغي للمجلس رئيس المركز وأعضاء مكتبه الوطني رحبوا بهذا اللقاء الذي شكر مناسبة لاستعراض قيم المركز وروحه وأهدافه من جهة وإبداء الرغبة في التعرف بشكل أفضل على مجلس المنافسة وعلى قواعد قانون المنافسة من جهة ثانية ومن جانبه ذكر السيد أحمد رحو بالمهام الرئيسية المنوطة بهذه المؤسسة الدستورية وبالرؤية التي تطبع أعماله وديناميتها في موضوع آخر صدق المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال اجتماعه مؤخرا على ميزانية السنة المالية 2023 وفي التفاصيل ذكر بلاغ للشركة أن أعضاء مجلس الإدارة صدقوا خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد نزار باركا وزير التجهيز والماء على ميزانية سنة 2023 وحسب البلاغ تغطي الميزانية الخطوط الرئيسية التالية رقم معاملات يقدر بـ 3.5 مليار درهم دون احتساب الرسوم أي بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بعام 2022 ثم ميزانية مخصصة لإصلاحات الكبرى تقدر بـ 522 مليون درهم سيتم إنجازها من طرف منظومة مقاولات مغربية 100% دوليا أعلنت السلطة التركية يوم أمس عن اكتشاف احتياطات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ 58 مليار متر مكعب وعوضح رئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب عقب اجتماع للحكومة أن سفينة التنقيب التركية فاتح اكتشفت احتياطات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي في بئر تشايجومة واحد على عمق 3023 مترا تحت مياه البحر الأسود نهاية نصر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في مجزل لأهم الأنباء إلى اللقاء